استقبلت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين بالخارج لقيادة قوات الساعقة المصرية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعريف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة شأن الوطن كما شاهد الوفد فيلما تسجيليا تناول نشأة وتطور قوات الساعقة واستعراد تضحيات أبطال الساعقة على مر التاريخ أعقبه متابعة لعدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال قوات الساعقة بشكل يومي كما نفذت عناصر قوات الساعقة عددا من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة